اشتركوا في القناة وصائل كتاب المقدس لكل واحد فينا وبالتالي للأسرة زي ما بيقول كده بولوس الرسول في رسالة الأولى للكورنسوس كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء ضبط النفس في كل شيء الضبط هو ضبط أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في ذاته يتحكم في صفاته يتحكم في نوازعه يتحكم في سلوكياته وبالتالي يستطيع أن يغيرها للأفضل ويبقى ده نعمل زي ما بيقول بولوس الرسول كل من يجاهد يجاهد من أغل النموه في الفضيلة يضبط نفسه في كل شيء الأسرة مسيحية لازم يكون فيها ضبط للنفس زي ما بيقول سفر الأمثال مالك نفسه أو مالك روحه خير من حاكم مدينة أو من من يحكم مدينة الإنسان الناضج الحكيم اللي كون أسرة لابد أن يتعلم كيف يضبط نفسه في الكلام في السلوك في التصرف في المشاعر في الشهوات في الرغبات في الذات النفسية الأنا العليا والأنا السفلة زي ما بيقول علماء النفس إحنا بنلاحظ أن الكنيسة الإبطية بتعلم أولادها الصوم والصوم هو نوع من ضبط النفس هكذا في كل أمور حياتنا لابد أن الزوج والزوجة نمر واحد الإنسان يفحص داخله ويواجه نفسه ويعترف أن أنا فيها الضعفات الفلانية واحد اثنين ثلاثة الإنسان الحكيم يفعل هذا ويعترف قدام نفسه ونفرض أن الإنسان عصبي اعترف قدام نفسه أن أنا عصبي يقول لا ده الناس هي اللي بتنرفزني لا أنا العصبي أنا اللي محتاج أضبط نفسي نمر اثنين اعترف بهذا ونمر اثنين أعرف أن ده أمر سيء ممكن يدمر حياتي ويدمر بيتي وأسرتي وأعرف أن أنا ضعيف أمام هذا الأمر ولازم أغيره ومن هنا أبدأ اعترافي قدام نفسي وشعوري بأن أنا فيها ضعف معين يخليني أبحث أجاهد زي ما بيقول كده بقوله سرسول كل من يجاهد يجاهد ويتعلم كيف يتعلم يقرأ كتاب يروح لأب باعترافه وياخد مشهورة روحية ياخد تدريب روحي ممكن يحتاج مشهورة نفسية من المشهورة الأسرية ونشكر ربنا يا دولتي موجودة في كسيمة كناس كيف يتحكم في هذا الضعف اللي فيه وبعدين يؤمن أنه مدام بيجهد ربنا قادر أن يعطيه القدرة على التغيير نعمة ربنا بتسند أنه عندنا مثل مصري يقول إسعى يا عبد ونسعى معاك نعم كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكسير هذا هو وعد الله لنا عندما نعترف بضعفاتنا ونحاول نضبط نفسنا ربنا يعطينا خدرة الزوجة كذلك أحيانا بتحتاج أنها تضبط نفسها في كلامها في لسانها في تفكيرها النقطة الثالثة اللي تساعدنا على ضبط النفس وأننا نؤمن أنه الله أعطانا روح النجاح وليس روح الفشل زي ما يقول الكتاب الله لم يعطينا روح الفشل بل روح الحكمة والنصح والقوة فالإنسان بيعترف غطو ما بيبتجش يلمي لهم على الآخرين يلمي لهم على نفسه يجاهد يؤمن بأنه بنعمة ربنا قادر أن يتغير يبحث عن مصادر التغيير والتحكم في النفس يؤمن بأن كل شيء مستطاع عند الله وإني أستطيع كل شيء في المسيحة الذي يقويني يبتدي بمعونة المرشد الروحي والأب الأطراف يدرب نفسه على تدريب روحية تساعده على التحكم في النفس وضبط النفس لا يتوقع في أنه يطلب معونة من ربنا اطلبي معونة من ربنا تساعدك على التحكم في ذاتك في الأمور اللي بتسبب مشاكل بينك وبين زوجك وبينك وبين أولادك وأيوها الزوج أيضا الفاضل المسيحي يتحكم في ذاتك وفي عصبيتك أحيانا وفي الكلام السيء اللي بيخرج منك أو في أنك تضبط نفسك حشان تسمع من الآخر الضعفات اللي عندك وتقبلها وتجاهد من أجلها وندرب أنفسنا على ضبط النفس بالتدريب الروحية والنفسية وأيضا الاجتماعية وملاحظة النفس والمواظبة على التوبة والأتراف لكي نستطيع أن نصل إلى فضيلة ضبط النفس لأن كل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء ولله للمجد دائماً أبدياً أمين ترجمة نانسي قنقر